على ما يبدو فإن الأحزاب الحاكمة في العراق عازمة على إبقاء البلد ضمن تصنيف أكثر دول العالم فشلاً بسبب سياساتها التي اتخذت من الدين غطاءً لفسادها ومبرراً لتمسكها بالسلطة. وعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات وأثرها في تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن بعض المؤسسات الدينية المرتبطة بالأحزاب كأحد مصادر تمويلها. ما زالت ورغم المخاطر تدعو للمشاركة بالشعائر والمناسبات الدينية، رغم صدور العديد من التقارير التي تؤكد أن خطر تفشي العدوى بالوباء سيزداد مع التقاء آلاف الزوار في كربلاء، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة إيكونوميست البريطانية. انتشار فيروس كورونا كان سبباً للكشف عن فشل القطاع الصحي وانهياره، إذ بات العراق محطماً وعاجزاً عن حماية نفسه من جائحة كورونا، بحسب إيكونوميست. المجلة البريطانية أكدت أن معظم الأنظمة في البلدان العربية تعاطت مع الجائحة معاد العراق، الذي أثبتت الحكومة فيه أنها عاجزة عن فرض الإجراءات الصحية والوقائية التي تحد من انتشار الفيروس. التقرير أكد أيضاً أن العراق ينفق على الصحة نحو نصف ما تنفقه جارته الأردن على الفرد، حتى إن تلك الأموال تسرق بسبب الفساد المستشري في البلد والذي يصعب محاربته بسبب ضغوط المستفيدين. وهكذا يبقى قطاع الصحة في العراق يعاني من النقص الشديد في الأطباء وأسرة المستشفيات، التي هي الآن أقل مما كانت عليه قبل احتلال العراق عام 2003، فضلاً عن تأكيد نقابة الأطباء العراقية هروب نحو عشرين ألف طبيب إلى الخارج، فيما أضرب العديد من من بقوا في البلد مؤخراً عن العمل، احتجاجاً على ظروفهم السيئة ونقص المواد الوقائية الأساسية اللازمة لمواصلة عملهم.